ومن القاهرة ينضم إلينا الأستاذ أشرف العشيري الخبير في شؤون العربية ومدير تحرير الأهرام أهلا بك معنا أستاذ أشرف بعد هذه المواقف الرسمية من القاهرة وأيضا تغريدة لأنور جرجاش يعني هل بث حل الأزمة الخليجية الآن ممكن؟ مسئل خير سيادة وتحياتي لحضرتك والأستاذ ياسر بكل تأكيد يبدو أننا بالفعل في تفاصيل المشهد قبل الأخير فيما يتعلق بالإحداث انعراج إيجابية أو منعرج إيجابي في تفاصيل المشهد الخاص بالله الخلاف الرباعي العربي مع قطر والذي ما زال مستمر منذ شهر يونيو 2017 وحتى الآن يبدو أن التفاصيل هذه الأزمة تتولى مواقف إيجابية بالأمس القريب يوم الجمعة الماضية وجدنا مواقف كويت بلغ الأهمية من كم الوزير الخارجية الكويت يسمى على لسان الشيخ نواف أمير الكويت نواف الأحمد نتائج إيجابية للغاية تم إحرازها طيلة الأشر والأسابيع الماضية ثم على الموقف السعودي عبر تصراحات مدتلية على مدار يومين كاملين من كم الوزير الخارجية الأمير فرحان الذي لعبه دورا كبيرا أيضا في تبني مواقف الدول الأربع في التفاوض مع الجانب القطر بغطاء كويتي أمريكي عبر المبعوث الأمريكي خوشنر خلال الأسابيع القليلة الماضية سيد أشرف أن الدول الأربع تحدثت عن الدول الأربع فيما الجهود الكويتية كانت تتحدثوا على ربما تصالح أو ربما حلحلة لهذه الأزمة ما بين السعودية وقطر هل كانت السعودية ربما تتصرف بشكل منفرد أم كان هناك تنصيق بين السعودية والدول المعنية لهذا لم يحدث تماما ما قيل فيما يتعلق بانفرد السعودية كانت مجرد تقارير صحفية مفهمة غير واضحة السعودية منذ اللحظة الأولى على لسان وزير خارجية أعلنت أنها تتفاوض نيابة عن عواصم الأربع وأن هناك كما قال وزير خارجية السعودي الجمعة والسبت الماضيين أن هناك انعطافة إيجابية وأن هناك اختراق قد حصل وأن السعودية تتفاوض باسم الدول الأربع وأنها استطاعت التواصل لتلك إيجابية وقال دعنا ننتظر في الأيام القادمة حتى تحدث انفراجها وهي اليوم كل من دولة المعنية العربية للمتحدة وجمهورية مصر العربية يعلنان تأييد مباركة للجهود الكويتية وتسمين ودعم للجهود السعودية في هذا الشأن السعودية كانت تتفاوض انطلاقا من موقفها العرب التضامني مع العواصم الأربع لأن الجميع يرون أنهم في مركب واحد وما إشيعة وكيلة أن السعودية وما إلى ذلك كل هذا كان مجرد تقارير صحفية مغلوطة في هذا الشأن لأن الأطراف الأربع ملتزمين بما تم الاتفاق عليه في اجتماع القاهرة في يونيو من عام 2017 وأحددوا لأحد شروط أو مطالب 13 شرطا والمفاوضات تدت الثلاث سنوات الماضية بوساطة قويتية عبر رحمه الله الشيخ صباح الأحمد ثم الشيخ نوافي الآن وبجهود أمريكي تم إحداث الاختراك لكنه لم يصل لمرحلة النهاية بعده في انتظار تفاصيل خلال الساعات القادمة 13 مطلبا كان هذا مطالب الدول الأربعة المعنية مع قطر هل باتت قطر اليوم جاهزة لتنفيذ هذه المطالب الثلاث عشر بعد ثلاث سنوات ونصف من المقاطعة؟ حتى هذه اللحظة لم يتم كشف النقاف في العواصم الأربعة هي ملوب بالخلاف مع الجانب القطر لم يتم كشف ما تم التواصل إليه من استحقاقات وتفاومات في هذا الشأن لكن يبدو أن في الكواليس بعض الانفراجة حتى هذه اللحظة فيما يتعلق به الموقف السعودي والإماراتي وأيضا الموقف المصر اليوم هذه الدول الثلاث لم تعلن هذا التأييد وهذا الجهد وأيضا توفير الغطاء لهذا الزخم الكويتي الأمريكي ما لم يكن هناك بالفعل كثير من الضمانات التي توصلت أو وصلت إلى الأطراف الأربعة في هذا الشأن لا تنسي أن الجميع كانت يطلب الضمانات خطية حتى لا تعود قطر مرة ثانية إلى العزفة على نفس وطيرة المواقف السلبية وتبعس سياسة الهروب إلى الأمام كما كان يحدث في كمة عام 2014 في كمة مجلس تعاون الخليج الذي تم الاتفاق عليها في عشر نقاط ثم وجدنا الأمير تمامي عور إلى الدوحة يتنصر من كل هذه الاتفاقيات هذه المرة الفرصة الأخيرة أمام الجانب القطري وأعتقد أن في ضوء ما قدمه نتمنى أن يكون هناك التزام قطري لكن يبقى السؤال ماذا بعد هذا الاتفاق؟ هل سيكون هناك التزام قطري كامل؟ وإنه بالفعل أنك ضمانة وغطاء قطري التزام بكل ما تم الاتفاق عليه؟ بالإضافة للسؤال الجوهري ماذا عن علاقات قطر بكل من تركيا وإيران وهزان البلدان لديهم مواقف سلبية باتجاه الأمن القوم العربي خالجيا ومصطريا في هذا الشأن؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي سوف يبقى معلقا بدون إجابة ما لم يكون هناك بالفعل ضمانات حصة عليها الأطراف الأربعة في قادم الأيام حتى نستطيع أن نكون هناك تسوية كاملة وشاملة لهذا الخلاف في قادم الأيام أشكر كجزي للشكر من القاهرة الأستاذ أشرف العشرية الخبير في شؤون العربية ومدير تحرير الأهرام شكرا لحضرتك